السلام عليكم يا جماعة. في عنا شوية معلومات جديدة او اخبار حباتوا ان انا طلعنا اعطيكم ايهون كتير ضروريات تعرفون هلأ هلأ حخبرك ليه. اختصرك لانا شهن المعلومات بالاول عشان انت تكون عارف عن شو بدنا نحكي اليوم. بدنا نحكي عن معالجات اي ام دي اللي هن الزين فور الجدادي اللي هن الاي ام فايف ما بقى اي ام فور. بدنا نحكي كمان عن معالجات انتل اللي هو الجيل ال 12 شو المميزات وشو فيه شو العيوب او شو المفروض تعمل انت شو المفروض تكون عارف قبل ما تبلش تحدث بالمنصة اللي عندك بالكمبيوتر اي اقطة بدك تشتريها. بدنا نحكي كمان عن رامات الجي دي ار فايف عشان انت تكون عارف احنا الاول رايحين. شو السرعات اللي حنوصلت. شو المنصة اللي انت تعملها. بس قبل ما بلش خليك انت تكون عارف شغلة كتير ضرورية هلأ. لو انفكر انك انت تعمل اي تطوير عندك على الكمبيوتر. نصيحة مني. ما تعمل اي تطوير بالوقت الحال. لان كان بالمعالج. يعني ازا انا عمالي بحكي من ناحية ازا انت المعالج عندك عمالة تلعب تمام. ما في عندك قطعة متعطلة. ما انك محتاج ان تتعمل اوبجريد. ولو كانت البرفورمس او الاداء عندك ما انه بالمستوى المطلوب. خليك رأيه هلأ شوية صغيرة على وضعك. لانه من هوني لاخر السنة لأول السنة الجاي المنصة كلها ياته بدأت تغير. يعني اي قطعة انت بدك تشتريها هلأ عشان ت نطور فيه الجهاز عندك. من هون الى السنة الجاي هيبطر انهم عازي نهائيا. يعني المعالج بده يتغير. واللوحة بدأت تغير. الرماد بدأت تغير. اه حتى التبريد. ازا كنت مركب مروحة عادة. ازا كنت مركب تبريد مائي مفتوح مغلق لاي اي اي او. كل ياتهم هيدولة ما بقى حتستعملهم نهائيا بالجيل الجديد. لانه انت بدك تصير تغيرهم. الركوب تبعهم السوكت. هلأ كل ياتهم هحكيكم انا فيهم هيك بشكل سريع يعني. بنضمن الاخبار. بس عشان انت تكون عارف. انه تطوير بالوقت الحالي ما بنصحك تطور نهائيا. يعني القطع الوحيدين اللي ممكن يبقولك من التجميع اللي عندك. ازا حبات تطور على منصة جديدة. هلنكرت الشاشة هو الباور سبلاي. غير هكي كل شيء بده يتغير. وغلينا نروح هلأ اول شيء مع معالجات اي ام دي جديدة. اللي هنه هيكون على زين فور. بدل زين ثري. هتصير زين فور. وعلى معمارية الخمسة نانومتر. يعني هيدا شيء هيكون تطور كتير كبير. بالنسبة لمعالجات رايزن المفروض انه هو الريليز ديت او المفروض انه هنه ينزلوا على الاسواق او يبلش يعني مرحلة البيع اواخر لالفين وواحدة وعشرين. وباول جزء يعني اول ثلاثة شهر بالفين اتنانة وعشرين. اه والمعالجات هيكونوا تحت تلات مسميات او هيكونوا تحت تلات اصناف. في عنا الترد رابر هيكونوا رايزن ستلاف للمعالجات العالية كتير هتكون اسعارها كتير غالية. في عنا كمان المعالجات للدسكتوب يعني احنا بنستعملهم بشكل طبيعي كمان هيكون على رايز سبع تلاف يعني عطول انت بتعرفوا الاي بيو بكون في قناة تسميات مختلفة شوي صغيرة. بالنسبة لاي ام دي صراحة ان هيدا هتكون يعني فينا نقول يعني اه نقل نوعية او نقل كتير ضخمة او من اكبر النقلات بعالم او بمسيرة رايزن بشكل عام مسيرة اي ام دي بشكل عام لانه هتكون هي قطعة زان زان بلوس زان تو زان ثري اللي هنه هلق معالجات الخمسة تلاف خمسة تلاف وستمية خمسة تلاف وتسعمية هدول كلايات هنه هتكون خلصتن وفيتين هلق على الريزن الزو 6000 وهو الريزن الجديد والتغيير يلي بدوا يصير هلق بمعالجات رايزن الجديدة ان هنه اهم الشغل بتوجى يتغير السوكت السوكت ال والاديمي اللي هي الاي ام 4 يلي استعملتها رايزن من زان زان بلوس لحد الزان ثري اللي احنا هلق معنا نستعمل هم عالجات الخمسة تلاف بده تصير على سوكت الاي ام 5 الجاي 1718 هلق التغيير اللي هايصير هون ان نحن متعودين بمعالجات رايزن المعالج نفسهhesion المعالج نفسه سب اللوحة الأوم نفسها. يعني اللوحة الأوم ما بوكن فيها بنات على عكس معالجات انتل اللي بتكون السي بيو نفسه بس مغطى بطبقة من الجولد من بره طبقة من الدهب هيدول الاماكن البنات مطرح ما بتركب. والبنات نفسها بتكون باللوحة الأوم. هالمرة الموضوع اختلف لانه رايزن كمان ماشي على نفس هايدي الطريق. يعني هلا هيك المعالجات هايدي نهائيا بقى مستحيلة انه هي تركب على السوكت القديمة ولا حتى انه لا سبورتد انه ممكن تركب بس ما تشتغل. لا نهائيا ما بتركب لانه البنات اختلفت عن اللوحة الأوم صارت على نفس مسيرة انتل. وبالنسبة لسوكت الام 5 ما بعتقد انه عمره هيكون كتير طويل متل ما كان عمر الام 4 طويل يعني لوحات الام 4 عاشت من زن زن بلاس لهلأ للزن ثري اللي هنه معالجات الخمس تلات. ما بعتقد حيكون عمره هلأدي طويل لانه على حسب ما انا قريت. انه حتى كمان الجيل جديد غير هدر ان احنا عمرنا نحكي عنه هلأ اللي هو زن فور حتى كمان اذا بدنا نسميه زن فايف مابرش هيسموه على الزبط. هيكون على معمارية ثلاثة نانو متر. المعالج نفسه. ما بارش التغييرات اللي هيتكون فيه. ما بارش هيكون متوافق كمان مع سوكت الام 5. ممكن كمان يرجع يعمل تغيير عليها تصير ترجع تغير اللوحة. ما بعتقد انه رايزن هتكون لهيدا الدرجة عمالية تستغل المستهلك او تستغلنا نحنا بشكل عام بتوعدي تغير كل شوي صغير باللوحات وتغير كل شوي بالمعالجات. بعتقد ان هو هيعيش اكتر. فيه تغييرات بده تصير. ما باعرف صراحة يعني انا ما لحل التحليل شخصي بس. وهلا اذا جينا على هيدا المعالجات اللي هي زن فور. رح تقدم اداء او برفورمس بشكل عام على الكمبيوتر. حتكونها على عاكس معالجات انتلي اللي قدمت البيسي اي 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 جن فايف. زن فور معالجات رايزن هتبقى بس عمارة تقدم بس اي اي جن فور. لحد هلأ هذه التسريبات اللي انا شفتها او اللي موجودة اللي هلأ على الانترنت. ممكن يرجع يصير فيه تحديث بوقت لاحق. يعني ممكن يرجع يغيره شوي صغير بالشغر اللي هن عمالي يعملو على هيدون المعالجات. بس لهلأ هي بس بتدعم الجن فور وبتدعم رامات الجي دي ار فايف. هلأ موضوع الرامات الجي دي ار فايف هيد قصة ثانية هلأ هنرجع نحكي بيها باخر الفيديو. لانه هتسمع سرعات خرافية هتسمع اداء كتير عالية. كلمة لهاك انا عمار اقول لك اذا بدك تشتري او اذا في عندك اي تطوير على الكمبيوتر. سبور شوي. لانه ما بعتقد الاسعار هتكون كمان كتير غالية. ما في هن ينزلو هن جيل جديد. يكون بسعر كتير غالي لانه ما احداً هيشتريه. اسعار اطاع الكمبيوتر فيها لمعدل عمارة تلعب فيها. بان وبان يعني مسلا انت بتحكي المعالج. خلينا نقول نحنا معالج آآ الريزين فايب. عمارة يلعب بان حدود تلتمية دولار للأربعمية دولار. ما في هن ينزلوه يعملوه بخمسمية وابستمية دولار. بطل حدا اني بيشتريه. فتصير العالم بتفضل تاخد الجير اللي قبل. السرعات اللي اعلى. ودلك انت قادر توصر النفس الاداء اللي انت بدك يا. هدي بوجهة نظري. فانطور انت اوصبر لك شوية صغيرة بس على تطوير القطعي اللي عندك. عشان تقدر تاخد افضل نتيجة. بمنصة جديدة. لانه المنصات جديدة كل شي بقى بدي يصير يتصنع بدي يصير يتصنع على اساس المنصة جديدة. ومنصتك انت القديم اللي عمارة تطور عليها وتدفع عليها هلا. حتصير كلياتها. يعني مقلة قطع حتى كمان بتسوها او بدك تصير تروح تشتريه للمستعمل. وخلينا انتقل على اخر نقطة بس بدي احكي فيها بخصوص معالجات رايزين الزينفور انه هتصير لتشيب سات اه 600 سيريس. يعني هتصير لوحات الاوم 670 او اكس 670. هتصير هي بدل لوحات الاوم اكس 570. وخلينا ننتقل هلا على معالجات انتل يلي هي معالجات الجيل الاثناش يلي هتكون تحت مسمى الالدر ليك. وحتكون كمان على معمارية العشرة نانومتر. هيدا المعمارية بشكل عام هتساعد اكتر انه هيا تشتغل اكتر على البرمجة لانتشتغل اكتر على العشرة هتشتغل اكتر على هي تزيد البرمجة تزيد الاداء على الكمبيوتر بشكل عام. ولمعالجات ستكون هي مقصومة اساسا كمان لاتنين اسكيو لأي هن القرات والثردية اللي فيها. هتكون تحت كمان قرات الكبيرة للشغل الكبير او للضغط الكبير هتكون تحت اسم الكور والتاني هتكون تحت اسم الاجيوارة بالنسبة للاداء او البرمجة بشكل عام هتكون على السنجل كورت على حسب ما هنز ذكروا عشرين ضعف الاداء عن اللي كانت تقدمه قبل الجيل اللي قابل اللي هو نحن هلأ الروكيت لايك اللي عماني نشتغل فيها اللي هو موجود حاليا وحتكون ضعف قوة الملتي كور بيرفورمانس كمان عن الجيل اللي عماني نشتغل فيه هلأ يعني بشكل عام على حسب نظرت انا الشخصية بعد في شاغلي بس قبل ما أعطيكم نظرت انا انه هيدور المعالجات معالج الجيل الـ 12 سيكون هو داعم للجين 5 بس اي 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 جين 5 على العكس معالجات رايزين اللي بس بتدعم الجين 4 وكمان هتكون دعم لرامات الجي دي ار 5 هلأ امتاً هيكون هذه الريليز التبعة بعد لانا انا مش عارب بعد مش مصرحين بس المفترض كمان يكون على نفس التوقيت ممكن نهان لآخر السنة او حتى كمان على أول ثلاث شهر بالكورتير الاول من الـ 2022 هلأ هون في شغل كتير مهمة يلي كنت انا بدي خبركم عنه انه حتى كمان التبريد من ناحية التبريد لانه المعالج نفسه مع السوكت على اللوحة الـ اوم نفسه هيتغير الديزاين تبعاً يعني لما انت يكون في عندك تبريد شريط تبريد باقي مفتوح تبريد ماء مغلق الاي اي او او حتى عندك اي مروحة عادية بابا بتركب مباشرة على معالجات الجيل 12 بدأك تضطر انك انت تغيرها كرمال هكا انا عمال اقول لك ما تشتري هلأ اي قطعة غالية لا من تبريد لا من معالج لا من لوحة ولا حتى من رامات انت استنى بس لحتى لتنزل الجيل الجديد من كلها در القطع تعرف انت شهن القطع اللي بدك تشتري هون تعرف انت شهن القطع اللي بتكون مناسبة وبتركب على المعالجات الجديدة وعلى اللوحات الجديدة عشان تقدر تشتريها الآن بالنسبة للتبريد الماء المفتوح بشكل عام ولكن الميزة الوحيدة التي تكون هناك أنها تستطيع تشيل بلوك برميها أو تجعلها للمعالجات أو للاوحات الأوم القديمة ويشتري بلوك جديدة ويركبها وكل النظام يكون على نفسه يعني أنا لا أتكلم عنه تكاليف كثير عالية في عكس إذا أنت تشاري مبردات الاي اي اي او الال ان وان من انزي اكس دي مثلا وصعرها حوالي 270 دولار 250 دولار 300 دولار فتكتطر انك انت تشيلوا كله ترميه أو ممكن يعمل شوية تعديل هذا لو كان مطروح هذه الفكرة أنا هيدا صراحة ان اسمعتها بس من غير قنوات أنه اركوب طبعا لأنه هي الفكرة بالموضوع اساسا لماذا لا يركب لأنه المعالج نفسه هيكون المسافة بينهم وبين المروحة أقال يعني سيرفعوا للمعالج سيبطل هو على نفس المأسات الأديمية التي كانت موجودة على معالجات الجيل 11-10 واللي قبلها كلاياتهم سيصير المعالج أرفع صغيرية فكريمال الواحدة التبريد أو التبريد بنفسه سيصير في 5 فراغ سيصير في بين المعالج وطعة التبريد بنفسه كريمال الهيئة ممكن يصير فيه تعديل أنه البراغية التي تركب مغلطة تبريد أو اطعة المروحة ممكن يبيعاه حموله الن掛 انت واضح سيصير مغلو 통ada بين الواحدة corporation الليلawa الحكومية على قطعة التبريد أو البوك نفسه ولمعالج ộtما نthenk讨 rubbish بعد اللي هلأ أنا مش عارب بس بشكل عام كل شي موجود على الكمبيوتر كل شي قطع موجود أنت عندك هلأ حاليا بدا تتغير بالكامل حيبق عندك أنت بس كرت الشاشة وحيبق عندك بس مثل ما قلت لكم الباور سبلاي والكيس يعني هيدا التحصيل حاصل كرمال هيك برجع بعيد و بقول لكم ما تطور نهائيا بالوقت الحالي استنى لحتلين زل جيل جديد من هون أو حتى أقل شي لحتلين تسمع أخبار عنه شوفوا بيناسبك أو ما بيناسبك وحالا أساسها بترجع بتقرير آخر موضوع بدي أحكي عنه اللي هو رامات الجي دي ار فايف بالنسبة لهذه الرامات تقريبا هيكون هنا على نفس الشكل نفس الركوب هيركبوا بس ما هيكونوا مدعمين من المعالجة يعني هيقدر يركبوا عندك على نفس سلوت بس ما هيدوروا الكمبيوتر عندك من الأساس يعني مش انه بدوروا بتقدر ترجع تعدل بالبيوس الفكرة بس بالموضوع انه هيدا الجي دي ار فايف حتكون أسرع أكتر من ضعفين أو ثلاث أضعاف عن الجي دي ار فور اللي احنا عملنا نستعملها بالوقت الحالي حيكونوا ببلشوا من السبتاش جي بي وطلوع بيوصر الاربع وستين وثمانة وشرين على حسب يعني الهلأ حيكون ملغى فكرة انه انت تركب مثلا قطعتين ثمانة جي بي عشان توصل الستاش هتكون انت بتبلش عندك بالستاش قطعة واحدة طبعا حيكونوا دول شانل يعني على اللوحات جديدة الفكرة انه سرعاتهم هون هي الاختلاف فيها او هون تطور بالسرعات بداية سرعات الجي دي ار فايف تبلش من الاربع تلاف واثمائة ميجا هيرتز بشي بس شوية اوفر كلوك صغير انت بتعملها على هيدول الرمات ممكن توصنه للسبع تلاف ومئتين ميجا هيرتز سبعة تلاف ومئتين ميجا هيرتز تقريبا 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 كان حد اقصى للرمات التي نحن عملنا نستعملهم بالوقت الحار لهم الجي دي ار فور هيدول المواضيع وهيدول السرعات جديدة علينا ما مارف قديش حيدعم المعالج ما مارف المعالج قديش حيدكون سرعته وقديش حيدكون اداقه مع هيدول الرمات كان من الهيك انا يا شماية عمل اقول لكم فيتين نحن على حقب جديدة فيتين على تطوير كثير قوي وكثير عالي بموضوع الكمبيوتر درافقة نحن عملت انت من أيام الزن ومن أيام تقريبا معالجات أنت الجيل الرابع والخامس لحد اليوم نحن على الوثيرة نحن نخرج شووية قوي اي نعم هناك اختلاف هناك تطور كثير قوي ولكن يستمرون على وطيرة كما هي وطيرة معينة ولكن الآن من الجيل الجديد Zen4 والألدر لايك اللي هو الجيل 12 سترى أنك قفزة قوية بعانم الكمبيوتر بعانم السرعات بعانم القطاع يا رب الأسعار لا تكون قاتلة تجرحنا الأسعار أعتقد أن هذا كان كل شيء لليوم لا أريد أن نتحدث عنه فقط قبل الريليس الرامات GDDR5 المفروض أنه يكون بآخر 2021 يعني المفروض أنه ينزلون مع بعض معالجات Ryzen مع معالجات Intel حتى أيضا مع الرامات سنرى أصدارات أكثر للوحاتهم اللي هي مثل ما قلت لكم الداعمة للZen4 وداعمة لمعالجات Intel الجديدة اللي هي ستكون تحت مسمى أو تحت سوكت الـ LGA1700 تختلف عن الـ LGA اللي موجودة حالياً تختلف عن السوكت لا تركب عليها وبالمبدأ هنا كان كل شيء صراحة أن أريد أن أخبركم عن كروت الشاشة اللي هنه 3080 Ti وتلقوا و3070 Ti وفيه أيضا تسريبات عن كروت الشاشة 3090 Ti اللي هي لا أعرف كيف ستكون سرعتها ولا مين ستكون موجهة ولكن بما أنه لا يوجد كروت الشاشة حالياً فأنا نسبياً موقف عن هذا الموضوع لأنه قد ما نتحدث لا أحداً عمالية يقدر يشتري لا يوجد توفر ولكن عندما ينزل نقدر نعمل عنه المراجعات أو أقل ما نرى عنا ما عمالية تعمل عنه المراجعات لكي نقدر نأخذ فكرة وأقدر أنصحكم أنا بالمكان الصح لشو هذا مقدم ولا ممكن تستفيد منه أمتى ممكن تشتري وشو هو السعر اللي ممكن أنت تشتري لهذا الكارل لهذا كرت الشاشة بس منهم موجودين وأنا مش رح أحكي عنه نسبياً لبان ما ينزل ولا إذا صار فيه أخبار كثير مشوقة بنرجع بنحكي عنه وإذا أنتم تكون نحكي عنه منذ ما تشتروا هون كتبوا لي تحت بسندوق التعليقات أعطوني رأيكم بالحلقة بشكل عام عن حلقة الأخبار عن المعالجات الجديدة اللي بدأت تنزل وأنا خلصت حلقة اليوم نراكم إذا أقل الله راد بالحلقة الجاي والسلام عليكم